بسم الله الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معا اليوم يونين اير ارتفاي طبعا ده عميل قديم بيشغل تبريد فجأة بيلاقي الجهاز بيجيب هوا سكنه في الغرفة مع انه مشغل من الرمود تبريد طبعا المشكلة ان السلونايد بالف بتاعنا بصها التبريد او الرجل بيورده وضعية السلونايد بالف اللي فوج هو المشكلة فيه بيعلق يعني فالحل المؤقت هنطلع على الوقت ان نعمله سوا والحل الجزري بقى انك تغير السلونايد بالف او تكون المشكلة منين اما من السلونايد اما من الكارتة مدية كهرباء على طول السلونايد هنعرف الكلام ده ازاي بالقياسات ولكن هنطلع لك حل مؤقت لحين يحضر فني حديد لك العطل كده يا شباب خلاص هوتنا المثمر كده افصل ده خالص حط عليه تايب ولا شي كارتون او ممكن لو في خانة فاضية زي كده دخل دي فيها خانة فاضية دخل دي فيها وخلاص لحد ما تتصرف كده انت لغية البلف العكس كده المشكلة بين اتنين اما البلف العكس بقى جل لكهرباء سرية مثلا مية وعشرة بقى اشتغل فدعب السلونايد او تكون الكارتة نفسها فمشكلة هي اللي بتوصل على طول للسمام العكس بتوصل له كهرباء حاليا انت هشتغل الجهاز على التبريد هيشتغل معك تبريد مية فل وعشر وبكده يا شباب المشكلة اتحلت حاليا عند العميل وطبعا غالبا بيكون المشكلة اما من الكارتة مدية على طول سخن او من البلف العكس هو اللي بيعلى فهتعرف دي ازاي هتروح تقيس الطرفين بتوع البلف العكس فوق دلوقتي في وضع التبريد لو لقيت عندهم متين وعشرين يبلعي بكارتة لو ملقيتش متين وعشرين يبلعي بسلونايد بل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته